كشف رئيس محكمة جنايات الرصافة ضياء الكناني عن ضبط زراعة نبتة الماريجوانا في دار بمنطقة الجادرية وسط بغدادة معضحاً أن المتورطين بها هما صيدلاني وطبيب أصنان على خلفية تعاطي مادة الحشيشة لأحد الأطباء خلال إفاده إلى دولة أوروبية وأوضح أن الطبيب ولد عودته للعراق ظهرت حاجته لهذه المادة المخدرة بسبب تحقق حالة الإدمان على تعاطيها وبسبب الكلفة العالية لإرسال هذه المادة للعراق فكر بأن يتعلم زراعة النبتة عبر الإنترنت وأحضر أجهزة خاصة لها وزرعها بداخل منزل أحد أقاربه ونجحت زراعتها وذكر أن هذا الشخص بدأ بمنح المواد المخدرة إلى أصدقائه من الوسط الطبي وباشر بالمتاجرة بها لا فتن لأنه تم ضبط الطبيب والحكم عليه بالسجن المؤبطة